اشتركوا في القناة الصوم علاج فعال لمواجهة امراض مختلفة فوائده العديدة ادت الى ظهور العلاج بالصوم الطبي احدى طرق الطب البديل الحديثة لنفهم فوائد الصيام يجب ان نفهم ما الذي يحدث باجسامنا خلال ساعات الصيام هناك اعضاء تنقص وطيرة نشاطها واخرى تتضعف يقل عمل ونشاط الجهاز الهضمي بشكل كبير حيث تقل حركة المعدة والامعاء يعتمد نشاط القلب على ضغط الدم وحجمه وبما ان الدم مكون من الماء فان حجمه يقل اثناء الصيام فيؤثر على القلب وعكس ذلك فالكبد والكلة يزداد العبء عليهما اثناء الصيام فالكبد يوفر مصادر الطاقة للجسم في ظل عدم تزود الجسم بها اما الكلة فتعمل على ضبط مستوى الماء الذي تنقص كميته اثناء الصوم وتتغير مكونات الدم خلال فترة الصيام فتتغير نسب الجليكوز الكوليستيرول الدهون الثلاثية والاحماط من فوائد الصيام انه يمنح راحة للجهاز الهضمي فانعدام الطعام يحد من الافرازات الحمضية فيستفيد الغشاء المخاطي للمعدة من فترة راحة مما يساعد في التآم الجروح الصغيرة في المعدة يخفف الصيام من الجهد الذي يبدله البنكرياس خلال عمليات الهضم مما يساهم في علاج امراض مثل التهابات البنكرياس الحادة اكتشف علم التغذية الامريكي اندريا وايلر ان الصيام يحدث تجديدا لعشر بالمئة من خلايا الجسم خلال العشر الاوائل من شهر رمضان ويحدث تجديدا بنسبة 66% من خلايا الجسم في العشر الاواخر يساعد الصيام على حرق الدهون المخزنة بالجسم وعلى تقوية مناعة الجسم يشجع الصيام للتغلب على امراض عديدة كعلاج الثرابات الامعاء المزمنة وتقرحات المعدة وامراض التهابات الكلا وزيادة الوزن وامراض القلب والحساسية يساعد الصائمة للحد من مشاكل الإدمان الذي يسببه النيكوتين والكافين ويكون شهر رمضان فرصة لمن يريد الإقلاع عن التدخين ينصح الأطباء بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع نسبة الكوليستيرول أو السكري بالصيام لما له من نتائج إيجابية في تحسن صحتهم الدكتور ستيفن بايلي الخبير في الصوم العلاجي لاحظ تطورات في صحة المرضى من خلال حمية الصوم حيث لاحظ تحسنا في حالة المرضى الذين يعانون من التهابات المفاصل والجلد ارتفاع ضغط الدم التهاب البرستات السكري وغيرها من الأمراض التي يساعد الصيام على التخفيف من حدتها أو الشفاء منها كليا الصيام الطبي ينصح للجميع حتى لمن لم يكن مريضا لما له من نتائج صحية متعددة على مختلف أعضاء الجسم فلمن لم يحصل على هذه النتائج فأنت تقوم حتما بأخطاء في طريقة الانتظام بنمط غذائي صحي عند الإفطار أو عند السحور صحة فتوركم وتبقى صحتكم بخير اشتركوا في القناة